اشتركوا في القناة الأميرية الجليلة في فقدان المشؤول بعفو الله ورضاه شقيقكم المبرور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجناة والرضوان وبهذه المناسبة المحزنة أعرب جلالة الملك لسمو الشيخ محمد بن زايد ومن خلاله لأسرته الأميرية وللشعب الإمارات الشقيق باسم جلالته وباسم الشعب المغربي عن أحر التعازي أصدق مشاعر المواساة في هذا الرزق الفادح الذي لا رد لقضاء الله فيه داعيا العلي القدير أن يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحزن العزة كما أبرز جلالة الملك أن المملكة المغربية لتحتفظ بكل تقدير للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل في السراء والضرة حيث كان رحمه الله شديد الحرص على ترسيخ وتطوير العلاقات الاستثنائية والمتميزة بين البلدين الشقيقين ومما جاء في برقية جلالة الملك فلله عز وجل أسأل أن يجزل ثوابه على ما أسداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة ومنجزات رائدة وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلقيه نظرة وصرورة وأضاف جلالته وإذ أدرع إليه سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموكم وأسرتكم الأميرية الكريمة من كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر أرجو أن تتفضلوا صاحب السمو وأخي العزيز بقبول أصدق مشاعر تعاطفي ومواساتي مشفوعة بفائق عبارات مودتي وتقديري اشتركوا في القناة